يتوجه رئيس مجلس الأمام مرزوق علي الغانم ويرافقه وفد برلماني غدا إلى العاصمة المصرية القاهرة وذلك تلبية لدعوة موجهة من البرلمان العربي وجامعة الدول العربية للمشاركة في أعمال المؤتمر الثالث للبرلمانية العرب حول قضايا الطفولة كما سيترأس الغانم الاجتماع الذي سيعقد مع رؤساء البرلمانات العربية الأعضاء في اللجنة الخاصة المعنية بقضية فلسطين والمنبثقة من الاتحاد البرلماني العربي لدعم صمود الشعب الفلسطيني والذي سيعقد في مقر الجامعة جامعة الدول العربية خلال الفترة من الواحد والثلاثين من مايو وحتى الأول من يونيو المقبل ويضم الوفد المرافق للرئيس الغانم كل من وكيل الشعبة البرلمانية النائب فيصل الشايع وأميني صندوق الشعبة البرلمانية النائب حمود الحمدان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب كامل العوضي ترجمة نانسي قنقر